أقام مركز الفجيرة الإبداعي بالتعاون مع جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة ورشة تدريبية متخصصة حول فن الإتيكيت والبرتوكول استهدفت تعزيز مهارات المشاركين في التعامل الراقي والاحترافي ضمن مختلف المواقف الاجتماعية والرسمية للحديث أكثر مشاهدين الكرام حول هذه الورشة يسعدني حقيقة أن أستضيف معكم في فقرة حديث الفجيرة الدكتور خالد خلف وهو أستاذ مساعد في كليات أو في كلية الإنسانيات والعلوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الفجيرة أهلا وسهلا فيك دكتور أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداز علي أولا شكر جزيل لفضائية الفجيرة على هذه الاستضافة طيبة وأسمح لي أن نحيي جميع مشاهدي فضائية الفجيرة على منصاتها المختلفة الله يسلم ونقول لهم وسعدتم مساء ومساء بكل الصحة والعافية الله يسلم بداية يعني يريد لو تحدثنا دكتور عن الأهداف الرئيسية من تنظيم هذه الورشة حول فن الإتيكيت والبرتوكول وكيف تختم المجتمع المحلي والمهني في إمارة الفجيرة أولا هذه الورشة جاءت بعنوان فن الإتيكيت والبرتوكول في إطار تعاون مشترك ما بين مركز الفجيرة الإبداعي وجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة ويمكن يكون الجامعة كمؤسسة ومركز الفجيرة الإبداعي كمؤسسة في إطار هذا التعاون حاول أن نخلق نوع من خدمة المجتمع وخدمة المجتمع هو واحد من الأحداف الرئيسية لكل من مؤسساتنا الثقافية ومؤسساتنا التعليمية في هذا الجانب جاءت الورشة لتخدم حقيقة شريحة موجودة في المنطقة الشرقية على وجه العموم والفجيرة على وجه الخصوص من العاملين في المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة ليتعرفوا على فنون الإتيكيت والبرتوكول نعم طيب دعنا نذهب بك أيضا دكتور للمحاور الرئيسية التي تم تناولها في هذه الورشة وكيف تم تقسيم تقسيمها تقسيم الورشة التي تغطي كل الجوانب النظرية والتطبيقية الورشة من خلال العنوان الذي جاءت من تحته فن الإتيكيت والبرتوكول إذا نظرنا إلى فن الإتيكيت هو تهزيب للسلوك والتصرفات الإنسانية في المجتمع للفرد مع نفسه ومع المجتمع الخارجي الذي يعيش فيه فالإتيكيت هو فن من حيث التضيق وعلم من حيث التنظير لأن الفن ينبع من القيم من العادات من التقاليد الموروثة عند الشعوب فإذا نظرنا إلى الأهداف التي ناقشتها الورشة من النواحي النظرية من النواحي التطبيقية ناقشت حقيقة أهداف الإتيكيت في أنه هو تهزيب للسلوك والتصرفات لخلق نوع من التواصل ما بين المجتمعات أيضا لتثبيت الصورة الذهنية الإيجابية الأولية وسط الأفراد وسط المجتمعات من خلال الإتيكيت الراقي من خلال الإتيكيت المنبعث من القيم من العادات من التقاليد الرفيعة والموروثة من المجتمع عبر القرون وعبر الدهور يمكن يكون المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية تناولت هذا الجانب بكثير جدا في أهدافها للتنمية الإتيكيت في المجتمعات ولخلق نوع من الاتصال والتواصل ما بين المجتمعات في فن الإتيكيت المحاورة التي غطاها فن الإتيكيت في هذه الورشة ممكن يكون في البداية تناولنا فن الحديث وهو واحد من الأشياء المهمة جدا في المجتمع أي إنسان يبدأ يومه بالحديث حقيقة يعني تحدثنا عن استخدام الصوت وفن الإسقاء للآخرين والرد على الآخرين من خلال الاجتماعات من خلال استخدام الموبايل وكذلك استخدام الأجهزة الإلكترونية في المناطق العامة وحفظ حقوق الآخرين من خلال فن الإتيكيت عند استخدام الأصوات إنها ما تستخدم بصوت عالي تناول الإتيكيت أيضا فن المائدة والطعام وفي المائدة والطعام حقيقة كان فيه جانب عملي بما تحويه المائدة والطعام في المناسبات العامة في المناسبات الرسمية أيضا وحتى استخدامنا الشخصي للمائدة في المنزل لا بد أن يكون فيه جانب من فن الإتيكيت لأنه تحزيب للسلوك تناولت الورشة أيضا فن الملابس الرسمية والملابس الرسمية هي أذواق من خلال أنه نلبس ملابس في المعسسات الرسمية وده بيعكس الجانب الشخصية الملتزمة بالعمل ملتزمة بالمهنة لأن الملبس هو سلوك وبيعكس جانب رفيع جدا من شخصية الإنسان كذلك تناولنا الألوان المستخدمة في العمل الرسمي والأحذية كذلك أكرمكم الله هذا جانب حاولنا أيضا نعطيه واستخدام الملابس الرسمية غير المستخدمة في العمل في المؤسسات الخارجية في المراسم في البرتوكول المناسبات الرسمية أيضا عندها ملابس خاصة يعني حتى الألوان متى نستخدم اللون الأسود متى نستخدم اللون الكحلي متى نستخدم اللون الرمالي كان في تفاصيل كثيرة وكثيرة في هذه الورشة دعنا نذهب قليلا يعني اليوم السؤال الذي يطرح نفسه حقيقة كيف يمكن أن لفن الاتيكيت والبرتوكول بأن يسهم في رفع مستوى الأداء التنظيمي والتمثيل الرسمي للمؤسسات الحكومية اليوم وحتى الخاصة هو ناظر إلى الاتيكيت بما أنه هو التهزيب للسلوك وهذا نابع من القيم والعادات والتقاليد نجد أن البرتوكول هو قوانين وإجراءات رسمية للسلوك يعني نستخدم البرتوكول وفق ضوابط وقوانين معينة تحفظ الاحترام المتبادل ما بين المؤسسات ما بين الدول ما بين المنظمات الدولية من خلال هذه اللوايح والقوانين والإجراءات نجد أن الاتيكيت جزء من البرتوكول يعني إذا استخدمنا البرتوكول ضمنياً نكون استخدمنا الاتيكيت صحيح فنجد أن البرتوكول نستخدمه متى؟ نستخدم البرتوكول أولاً في تحية الشخصيات الرسمية والشخصيات الـ VIP نستخدم البرتوكول أيضاً في المؤتمرات الدولية نستخدم البرتوكول في تراتيبية الجلوس للشخصيات الرسمية في المناسبات الرسمية نستخدم البرتوكول أيضا في جانب مهم جدا في رفع العلم يعني عالم أي دولة عند استخدامه لديه إجراءات وقوانين وبرتوكول خاص لرفع هذا العلم باعتبار أن عالم الدولة هو جزء من أرضها عالم الدولة يمثل هوية الدولة لذلك لا بد أن كثقافة للمجتمع لا بد أن ننشر هذه الثقافة لاستخدامات العلم في المناسبات الرسمية في المناسبات الوطنية حتى نستخدم العلم في المناسبات الوطنية في المنازل في الساحات العامة لا بد أن نتعرف على ثقافة برتوكول استخدام هذا العلم فهناك كثير من الأشخاص لديهم يعني الحمية الوطنية ولديهم الاعتزاز بالوطن ويريدون أن يستخدموا العلم لكن لقصر ثقافتهم بمعرفة القوانين والإجراءات والضوابط لاستخدام هذا العلم سيستخدموا بطريقة خاطئة وتكون غير مقصودة فنحن دورنا كمؤسسات علمية ودورنا كمؤسسات مجتمعية لا بد أن ننشر مثل هذه الثقافات في المجتمع نعم طيب دكتور هناك نقطة أنا أعتقد أنها مهمة جدا ومعرف إذا تمت مناقشة موضوع تأثير الثقافة المحلية على أسلوب تطبيق الإمارات العربية المتحدة اليوم كيف يمكن تحقيق التوازن بين القيم والعادات والتقاليد المحلية والمعايير الدولية هو الحقيقة النظر لفن الإمارات العربية المتحدة لديها مخزون كبير جدا من القيم من العادات من التقاليد الموروثة ويعتبر هذا أرضية ثابتة لفن الإتكيت كجانب نظري لا بد أن ننقل هذا الجانب إلى الجانب العملي من خلال تواتر فن الإتكيت عبر الأيال يعني نحن من وقت أول بسيط بنعلم الطفل كيف يستقبل الضيوف والجسم نعلم الطفل كيف يحمل دلة القهوة ويقدمها للضيف نعلم الطفل كيف يأخذ ثنجان القهوة من الضيف بعد الانتهاء هذا كل إتكيت وبالتأكيد الطفل لا يتعلمه في المدرسة لا يتعلمه من الآخرين من خلال تواتر ثقافة الإتكيت في المجتمع فإذن المجتمع له دور كبير جدا في أنه ينشر هذه الثقافة المنظمات الإقليمية والدولية الآن من خلال برامجة الإعلامية من خلال برامجة الثقافية تعمل على أن مثل هذه القيم مثل هذه العادات هذه التقاليد لا بد أن تنشر وسط الشعوب والأجيال المختلفة للحفاظ عليها كإرث قيمي كإرث من العادات كتاريخ أيضا يمكن أن ترجع له الشعوب فيما بعد فنجد أنه يعني تناول القهوة في الماضي والحاضر وسوف يأتينا المستقبل هو تناول القهوة لكن الجديد في تناول القهوة إيش الجديد فيه فن الإتكيت لكن هي كإرث موجودة كحضارة موجودة ويجب المحافظة على هذا الإرث بلا شك أنا سعيد جدا بتواجدك اليوم والحديث عن فن الإتكيت والبرتكول في هذه الدورة التدريبية أو الورشة التدريبية أنا سعيد جدا شكرا جزيلا لك على تواجدك وعلى إضاح الصورة فيما يخص الإتكيت والبرتكول في إمارة الفجيرة كنت معي الدكتور خالد خلف أستاذ مساعد في كلية الإنسانيات والعلوم بجامعات العلوم والتقنية في الفجيرة شكرا جزيلا لك دكتور شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعدتم مساء ومساء سعيد في أستوديو الفجيرة شكرا لك شكرا دكتور شكرا لكم